بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ونهاركم سعيد وطيب الفيديو تكمل الفيديوهات التي فاتت كما تشاهدون بعد ما كملت وقلت لكم درت الميناج وفطرت وخليت كل شيء على حاله حتى الغدوان نصف نصور لكم بالتثقيق لا عاد شي خلص الفيديو المهم كفي فيديو تحفيزي بعد ما حطيت كل شيء اضربت لكم هذه التفحيحة تفحفي تفحفي تفحفيحة والله من ناحية المقطع هذا نجعله بعفاويته نجعله بعفاويته نجعله بعفاويته نجعله تخلاصده كالدنيا لنضافه وش درت رح نذهب بوسو لا تمسو ما عندي ليمون استبدلته بعطر الليمون كما لكم تشوفوا 250 غ مارغارين اضفت عليها 4 ملاعق سكر مملوءة اضفت عليها 4 ملاعق مملوءة عطر الليمون اضفت عليها 3 صفار بيض 3 صفار بيض تخلطي بيدك بالبيتران كما تحبي فقط اضفت عليها 4 صفار هذا اضفت عليها 4 صفار بيض و تستطيع تشوف تخلطها بيض اضفت عليها 4 صفار نشاء مملوئة وضفت نصف كيس خميرة حلويات حمد لله عفوان اسمحولي ملاعقة تكون مملوئة البناتة والخميرة الحلويات كما تشاهدون الفارينة ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة منية تسعة هنا نشوف بين تسعة ونشوف نزيد ولا ما نزيد ملعقة تكون مملوئة بالفارينة أرضي جميع الأطراف هذه المرة اضعت مقادير بالملعقة هنا مازلت مخصوصة سنزيد لها ملعقتين أو ثلاثة نعاود نكرر حبيباتي كل نوع التفارينة يختلف على قد ما نشرح ونلقى تعليقات يقولون لي احسبوا اني نضيف الملاعقة لجهلتكم احسبوا اني نلوح ما مقطعتش المقطع يقولون لي اخبرتها وناشفا حبيبتي نعطي نوعية الطاحين تلعب ذلك ونديره مثلا نلوح ثم ملاعق لست قاسحة ولو الفارينة تشرب لذا نقول لكم نلوحه بالتدريج هنا سوف نضع سابلي سوف نستغل منه زوج انواع سوف نضعه بذوق الشوكولات والكارامل ثاني بنفس الشي خلطه بالبيتخا كما قلت لكم انا بما انه في صنعة كان يقول لي صنعة ماهيش مليحة كان يقول كل واحد وكيفه اه نحب نخدم اه يعني انا هكا معتادة كنتي صغيرة جيني كشغراني للعب لخاطر ما نخدم العراس هم لي يخدمون العراس يعرفوا شاني نهضر كيتخدمي كمية من ثلثمية حبة فما فوق كيتخدمي كنتي صغيرة تبل كشغراني كيتلعبي دقيقة خلصت على هذا نستغل الفرصه باش نخدم حاجه نخدم زوج الله تلافه هذا ما كان بعد ما خدمت لي بطاعي كما كنتشوفوا البوس ولا تمسوا طريقة اه 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 اسهل لكن لميزان بالملعقة بالملعقة هنا اه شكلت حربوش الحربوش هنا كما نقولوا احنا نتري تتحكمي في الحجم كاين اللي يحب الحبات كبار انا ما نحبهم كبار ما نحبهم صغار خزية كما يقولوا تعود كبيرة الواحد يشوفها يشبعي يقولك انهزها كيفاها نكملها صرته ما يحبوش بالزبع حلوية وتشاهد هذه الحاجه وبغات تضوق منها كي تعود كبيرة ولا غير تقعد في قلبها تقولك ما ناكلش كما نخليش ما نعذش ونخلي المهم انا على بيها نشتي ندير حبات متوسط الحجم ما هي كبيرة ما هي صغيرة بعد ما شكلت مقرضات لحتهم في الفرن وخليتهم يطيبوا في هذا الوقت هنستغل ندير الصابلي ندير الصابلي ندير نوعين ندير المقلاسي وراح ندير عادي جبت هذا هذا المولة البنات كفكرة ادرتها في الفاريه باش ما تلصق ليش وراني نطبع شوفوا هناك كيف ما تلصق ليش المهم اخترت هذا الطابع غريبية ولكن اي شكل تفضليه ليس لازم تديري الشكل اللي قدرته انا اضغطي مليح برك باش يقعد محافظ على الشكل تاوه مش يتضغطي مليح ان تعود منيد هزيته وما تضغطيش على شعره ما تتغرسيش وما تضغطيش على شعره هناك بعد ما طابلي بوسولة تمسول واللوح تصاب لي هناك قسمت العجينة نص درت به كما تشوفوا ذاك الشكل ونص راح نديرك يشغل هذا الشكل لانه هذا راح نقلاسي والاخر راح نخليه هكاك على واحد نخليه هكاك لتعمدت الشكل ذاك الفوقاني تكون حاجة سامبل هاك ونحط في البلاتو صاب ليه بنكهة الشوكولات والنيس كافي هكا والنحي تقدر تدير ورق خاص بالطبخ كما تقدر تدير كيس بلاستيكي عادي تطرحي عليه العجينة في المتاعك وتبدأي تهزي فيها وتحطي في البلاتو اها مسجد قدامنا ما شاء الله صوته ويشرح القلب هنا بعد ما حطيتم في البلاتو كما راكم تشوفوا حطيتم مي طيب ونحن نخدم كريمت الزبدة كنت سبق وحطيتها لكم في القناة زبدة وصكر ناعم ولحت لها عطر الكرامل وعطر القهوة والكاكاو وراني نخلط فيهم هنا راح نستعمل نص الكمية الكريمة راح ندير بها هذا الصاب لي اللي كنت مانيش راح نغلفه يعني درت وجه بالرشمة وجه عادي ووجه الفوقاني مرشو من بعد الكريمة اللي تبقالي وش راح نضيف لها انتي وش تحبي 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 تضيف لها نوتيلة تحبي تضيف لها طوفي بخاليني تحبي تضيف لها كما تحبي انا هنا ضفت لها طوفي بخاليني وبدأت نعمر في السيجار او السباعات او كي نحبي بات شوية حماروني بسح ما عنيش مشكل نبدأ نحط كل زوج مع بعضهم هاكا وهناي سأضيف لدي الشوكولات ذوبة البنات لحم ماء طبعا هنا شوفون يلسق فيهم هذه الطريقة يعني ما اعتمدتها لاني نخدم كي تعودت عندك كونتيتي كبيرة هذه الطريقة تحطي الحشوة تساعدك هنا ثاني ما عنديش ليمون وش درت ماء زهر ودرت هذا العطر تاع ليمون درت ملعة احتى ملعة ونصف مع شوية عطر ماء الزهر وراح نضيف الماء عادي هاكا باش نقلاسي هذه البوسولة تمسوا قد ما يقعد قد ما يقول يطريش في الحلويات كاملة البنات طريقة الاحتفاظ التحم يتحطوا في علبة مخكمة الغرق يتحطوا في بلاصة ما فيها شروطوبة وما يتحطوش في بلاصة فيها أشعة الشمس هذا مكان قد ما قعدوا قد ما النوع هذا انا نحكي على الحلويات اللي نضعون لكم في قناتي قدمي قعدوا قدمي واللي ويذبوا في الفم أكثر وأكثر حلويات اللي الامنة لبنات معظمهم يحكموا شهر مدة صلاحية انتحم والتخزين تحم يقعد لكم شهر وهو ما بنفس الطارة وانتحموا نفس البنة فقط ما تخلطوش الحلويات مع بعضها كل نوع يروفي علبة محكمة وخليوه ستقوني كما تقدر تخدمها 15 يوم قبل اللي رح تروح العمراء وصورتوا لي ما عندهمش اللي عاونوهم تقدر تخدميهم 15 يوم فقط أعرفي أعرفي تختاري الحلويات وأعرفي ترتبي روحت فقط هذا ما كان هنا كما تروني اللح فيه في الخليط عطر ماء الزهر والليمون والماء ومن بعد اللحوم في السكر وأكيد لازم ننحي هذه الزوائد باش الحلوة تعنا ما جيش تقيلة بالسكر ومعمرها سكر تدخم وتجي تقيلة يرصى من بعد هنعود نزيد الرش عليها من فوق فقط هنا ذوبت الشوكولة زبت لها شوية زيت وراني ضفت لها كاوكاو محمص ومرحي شوية خشين وبدأت نقلاسي في هذك النوع كما شتوني نوع قدرت به فاتصاب لي عفوا عجينة واحدة قدرت به هذوش أشكال غيرت في الحشو وغيرت في الشكل وفي الاخر مقلاسي هذا مقلاسي والاخر الليلة وهكا نكون كمتلكم الفيديو تالي اليوم إن شاء الله أعطيت لكم نشاط كما راني معدادها وربي يحفظكم على كامل التعليقات ترككم تاج فوقراسي نستفدون بعضها نارا ندي نصائح لاراكم تمدوا لي فيها ناخذها بعين الاعتبار ما بقى ليغي نقول لكم في أمان الله يا أغلى ناس في أمان الله وصحا عيدكم مسبقا